السلام عليكم اهلا بكم في المحاضرة الاثناشر واللي هنبدأ فيها شرح او هنبدأ بالبستون زي ما شرحنا في المحاضرات اللي فاتت كلها كنا بنشتغل على ترمبات اللي بتعتمد على الحركة الدورانية اللي هي النهاردة ان شاء الله هنبدأ في شرح مجموعة تانية المجموعة دي من الترمبات بتعتمد على الحركة الترطوضية او اللي هي بنسميها الاسوبريكيتينج بامب بتتقسم لكزا نوع ودي اللي بتعتمد على الحركة الترطوضية لبستون او بلانجر جوه سلندر بلوك البستون او البلانجر دوت على حسب اتجاه الحركة بتاعته بالنسبة لعمود الادارة بتاع الترمبات بنقسمها لعدد من الترمبات جزء اللي بنسميه الجزء اللي بنسميه الاكسيال او الرأسي ودي اللي هنبدأ بيها وجزء تاني بنسميه بنت اكسز او ترمبات على زاوية او موجة وفي عندنا بلانجر بامب او ترمبات مكبسية هنبدأ ان هذا شرح مع الاكسيال بستون بامب واللي هتتقسم لنوعين هنبدأ بنوع منهم اسمه الوبل بليت او القلص الدوار مبدئيا احنا عايزين نعرف فكرة السبريكيتنج بامب ما بتعتمد على بيستون البيستون ده بيعمل حركة ترددية لوراء والقدام وعن طريق فالف راكب على السحب بتاع الترمبات اللي هو بنسميه تشيك فالف بتاع السحب وفي عندي تشيك فالف بتاع الطرب الترمبات لما تبدأ تتحرك لوراء او المكبس يبدأ يتحرك لوراء البيستون يعمل ايه هيسحب زيت من خط التانك من فتحة الانلت بتاعه عن طريق اللي تشيك فالف ده في اتجاه الايه وانا بسحب لوراء بسحب البيستون لوراء يخلص مش وار السحب الوراء البيستون بيبدأ يطلع لقدام تاني اما يبدأ يطلع لقدام كمية الزيت اللي محبوسة في الغرفة هنا ما بيبقالهاش مكان تطلع من فتحة الاوت لت اللي راكب عليها تشيك فالف في عكس الاتجاه تشيك فالف التاني بتاع الانلت بحيس ان الفلو بتاعي هيطلع من فتحة الاوت لت على السيستم عندي في الحالة دي طبعا اللي تشيك فالف بتاع الانلت او بتاع السحب هيبقى مقفول عشان ما يسمحش بيرجوع الزيت في عكس الاتجاه على خط التانج تمام احنا امتى بقى بنستخدم ريسوبركيتنج بامب ريسوبركيتنج بامب او الترمبات اللي معتمدة على الحركة التردددية او اللي بنسميها مجازا البيستون بامب فدي بنشتغل بيها في اغلبية الدواير الهيدروليك اللي ضغط السيستم فيها فوق المية واربعين بار يبقى انا لو شغال ضغوط عالية في السيستم بالذات لو ضغوط دي فوق الميتين بار انا هتطرق استخدم ريسوبركيتنج بامب لان دي بتتميز مبدئيا بكفاءتها العالية يبقى كفاءة بتاعتها عالية يعني كمية الزيت اللي بتطلعها سابتة بيفيشنسي تقارب المية في المية مهما تغيرت الضغوط اللي واقع على البامب زي ما قلنا يا ابن الاسم لتلاتة طايبس الميجور اللي هما الاكسيال والرادية والبلانجر هنبدأ نهاردة في الاكسيال وفي حالة الاكسيال هنلاقي ان الحركة الترددية بتاعت البسون بتيجي نتيجة زاوية الميل بتاعت البلات زي ما احنا ما هنشوف مع بعض البلات ده ممكن يبقى سواش بلات او وبول بلات سواش بلات او وبول بلات يعني معاناها قرص مترنح باللغة العربية القرص المترنح يعني قرص بيعمل بيسبب حركة ترددية للبساتم مع الحركة الدارانية بتاعت الشافت بتاع ترمب تعالوا نشوف مع بعض ايه هي الوبول بلات الوبول بلات زي ما احنا هنشوف في الصورة دلوقتي عبارة عن مجموعة البساتم دي ركبة جوه حاجة اسمها السيلندر بلوك اللي هو الجزء الرصاصي ده الجزء اللي هو فيه السيلندر بلوك كده كل بيستون منه جوه السيلندر بلوك بحيث انه اقاطع زيت ومفيش تهريب على جسم البستون ده. البستون ده بيعمل حركة ترددية لقدامه والورا. الحركة ترددية دي بتيجي عن نتيجة دوران عمود الترمبا او الشافت. الشافت اما بيدور بيدور مع بلات عامل زاوية مع الشافت او مع عمود الترمبا. الزاوية دي هي دي زاوية الميل اللي بتسبب الحركة الترددية والبليت ده هو ده اللي انا بسميه الوبول بليت لو احنا راحزنا هنا هنلاقي ان الوبول بليت هو جزء واحد مع الشفط يعني الشفطة لما بيدور الوبول بليت دي بتحصل لها ايه؟ بتدور هي كمان اما الوبول بليت دي بتدور نتيجة ان البستونز كل بستونز مضغوط بالسستر بتاعته على الوبول بليت فالبستون بيتطار يعملوا كمان حركة ترددية لقدامه الورا هنلاقيه لما بيجي اعمل حركة ترددية الورا البستون بيرجع بيسحب زيت من الجزء الازرق دوت اللي هو ده الكيسنج بتاع الترمبا او جسم الترمبا نفسه اللي بيقام توصل بفتحة السحب اما بيسحب زيت بيسحبه عن طريق اللي تشيك فالف اللي هو جواه فيه جواه جوا كل بستون هنلاحظ ان فيه تشيك فالف بسستر التشيك فالف ده بيسمح بالزيت انه يخش من فتحة السحب لجوا البستون لكن ما بيسمحش برجوع الزيت من جوا البستون لفتحة السحب تاني ده في حالة ان احنا بنعمل سحب او البستون بيرجع الورا ده بنسميه مشوار السحب يبقى هو بيسحب زيت من فتحة السحب عن طريق اللي تشيك فالف اللي جواه كل بستون تمام يخلص مشوار السحب البستون هيعمل مشوار الطرد اللي فيه بيطلع لقدام عن طريق زاوية الميل اللي بيعملها الوبول بلايد اما بيجي يطلع لقدام طبعا زي ما قلنا التشيك فالف اللي هو البلت ان اللي هوه مقفول يبقى هيطرد الزيت بتاعه عن طريق التشيك فالف التاني اللي راكب فيه جسم الترومبا او في الفالف بليد طبعا زي ما هنلاحز ان فتحات الضغط بتاعة البساتم كلها او مجموعة البساتم متجمعها مع بعض وخرجها لي على خط اللي هو انا بيشاور عليه ده تعالوا نشوفها بشكل اوضح في الحركة بتاعة البمب دي البمب دي ببصينا على الاجزاء بتاعتها هنلاقي عندنا الشفط اللي هو بيبقى مرتبط بالوبل بليد ومع دوران الشفط الوبل بليد هي كمان بتضغ ونتيجة الزاوية بتاعت الوبل بليد مع الشفط فبتبدأ تحصل حركة ترددية في البساتم كل بيستم بيعمل مشوار سحب الورا ومشوار طرد لقدام في كل لفة من العمود كل بيستم زي ما احنا شايفين مربوط على الوبل بليد عشان يطلع ويرجع معاها كل بيستم في تشيك فالف اللي هو بلت ان جواه وده بيبقى متوصل بفتحة السحب او هو اللي بيعمل عن طريقه السحب بتاع الزيت من فتحة السحب كمان قدام كل بيستم في تشيك فالف على فتحة الطرد اللي بيعمل من خلاله طرد للزيت وخارج الزيت بتاع البساتم كلها بيتجمع على فتحة البريشر بورت عن طريق اللي تشيك فالف دي طبعا احنا شايفين في الرسم عندنا اتنين بستون بس هم اللي بيعملوا الحركة لكن في الحقيقة ده رسم تبسيطي لكن الحقيقة ان البستون دي بقي عدد اكبر من كده بيوصل لتسع بساتم وفيه احيانا بيبقى اكتر من كده تعالوا بقى نشوف الاجزاء بالزبط كده بتاعت الترومبا هنلاقيها الشفط اللي متوصل بالوبول بليت البامب كيسنج اللي هو جسم الترومبا نفسه اللي بيبقى فيه فتحة السحب غالبا بيبقى هو اللي فيه فتحة السحب هي الساكشن بورت في عندي مجموعة البساتم او البستونز كل بيستون فيه تشيك فالف سحب وتشيك فالف طرد وتشيك فالف الطرد كلها متجمعين على فتحة واحدة اللي هي البريشار بورت طبعا زي ما احنا شايفين بردك زي اي ترومبا هتلاقي ان الشفط عليه مجموعة من البيرنج اللي هي بتضمن اتزان العمود مع الدوران وبيتحمل الفورس بتاعة البساتم عندي الشفط السيل اللي بيمنع تسريب الزيت اللي هو الترومبا على العمود ده الشفط سيلي الي قدام وفي عندي مجموعة الفالفز اللي على البساتم ولرا متجمعين جوه فالف بليت الفالف بليت دي اللي بتجمعه علي السلندر بلوك السلندر بلوك بيبقى فيه الكافيتي بتاعة البساتم او البساتم بتبقى رجبة بتعمل حركة ترددية جوه السيلندر بلوك يبقى هو فيه السيلندر بلوك ده عدد من الكافيتز بتسوي عدد البساتم لو عندي عندي تسع بساتم يبقى عندي تسع اماكن ليهم في السيلندر بلوك هنلاحز هنا في الترمبة دي ونركز الحتة دي ان الوبل بلت هتفرق عندنا عن الاسواش بلت بامب في ان هنا الوبل بلت دورة بتدور مع العمود بتاع الترمبة في حين ان السيلندر بلوك والبساتم بيبقى استيشنري او ما بيدروش بس البساتم بتعمل حركة ترددية نتيجة الحركة المترنحة بتاعة الوبل بلت اتمنى النهاردة اكون شرحت الوبل بلت بامب وعشان نفرق ما بينها وما بين الاسواش بلت بامب هنشوفها المرة الجاية الاسواش بلت وهنعرف الفرق ما بين الاتنين ايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة